أثارت حادثة اعتداء ضابطاً إيراني على سيدة عراقية مسنة غضب العراقيين على نطاق واسع لما تعرضت له المسافرة والعراقيون في حوادث متكررة في ضوء سفرهم إلى إيران وأقدم ضابط إيراني برتبة ملازم أول بضرب امرأة خمسينية عراقية من مدينة النجف وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه المرأة وهي تتحدث عن تعرضها للضرب وناشد مواطنون عراقيون رئيس الوزراء ووزير الخارجية بضرورة التدخل والاحتجاج وطلب الاعتذار ومعاقبة الضابط الذي اعتدى على ضيف بلد مجاور كما طالبوا بضرورة اتخاذ موقف حازم وجاد واحترام رعاية العراقيين في إيران ومعاملتهم بالمثل كما تفعل الحكومة